حملة دعائية جديدة يبدو أن حكومة الكاظمي تعتزم القيام بها تتعلق هذه المرة بالعشوائيات التي مثلت واحدة من إفرازات ما بعد عام 2003 بكل ما جلبه من فوضى وخراب مجمعات ومنازل عشوائية تنتشر في بغداد والعديد من المحافظات تتقدمها نينوى والبصرة بيوت من الطين والصفائح أو حتى من الإسمنت على أراضي تابعة للدولة أو لأفراد بدون تراخيص بما فيها مقرات الشركات والمصانع القديمة ومقرات سابقة للجيش العراقي ومؤسسات تم حلها عقب الاحتلال الأمريكي حيث اضطرت آلاف العوائل للسكن في تلك المناطق تحت وطأة الظروف الاقتصادية الصعبة واليأس من أي دور للحكومات في حل أزمة السكن المستعصية أوساط مجتمعية شككت بالحملة التي أطلقتها حكومة الكاظمي وقدرتها على إزالة التجاوزات على أملاك الدولة وإنهاء هذا المأزق الذي شوها معالم العاصمة بغداد والمدن الأخرى والسبب في ذلك يعود إلى أن الكثير من المتجاوزين مرتبطون بالميليشيات التي تحصل على موارد مالية كبيرة جراء تلك التجاوزات التي تتمثل غالبا بالهيمنة على مباني حكومية سابقة وتحويلها إلى محالة جارية وغيرها من المخالفات التي تجري على قدم وساق منذ سنوات وتؤكد إحصائيات أن نحو 25% من العراقيين لا يمتلكون منزلا في بلادهم بينما ترفع إحصائيات أخرى النسبة إلى الضعف بوجود نحو أربعة ملايين عراقيين يسكنون أربعة آلاف عشوائية متوزعة على العديد من المحافظات يبدو أنهم سيكونون ضحية لحملة جديدة تقتصر على الفقراء فيما تستثني التجاوزات الكبيرة التي يقف خلفها ساسة ومتنفذون يهيمنون على قطاعات واسعة ويمتلكون من القوة ما يجعلهم فوق القانون في ظل انتشار ثقافة الاستقواء على الدولة ومؤسساتها اشتركوا في القناة